أفادت صحيفة الواشنطن بوست بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA قررت انهاء برنامجها لدعم فصائل المعارضة السورية وقالت الصحيفة أن برنامج دعم المعارضة لم يكن له سوى أثر محدود وخصوصاً بعدما دخلت القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد عام 2015 وأضافت الواشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ هذا القرار منذ نحو شهر بعد لقائه مدير الـ CIA ومستشار الأمن القومي الأمريكي وبحسب الصحيفة فأن ألغاء برنامج دعم المعارضة السورية يظهر مدى اهتمام ترامب بإيجاد وسائل للعمل مع روسيا ويشكل اعترافاً بمحدودية نفوذ واشنطن ورغبتها في إطاحة الأسد من السلطة وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وفق على برنامج المساعدات هذا عام 2013 عندما سعت جماعات معارضة مختلفة إلى الحصول على دعم من الخارج ضد النظام السوري لكن الإدارة الأمريكية اكتشفت أن ملايين الدولارات كان يجري صرفها لتدريب ما بين 4 إلى 6 أشخاص فقط